بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم طلاب الصف الأول المتوسط في هذا الدرس الجديد التابع لشركة تطوير في خدمة دروس لنتدارس سوية حول مفهوم نص الانطلاق قبس من القرآن الكريم هنا تمهيد أيها الطالب الكريم لهذا الدرس من آداب تلاوة القرآن أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ثانيا الخشوع والسكينة ثالثا الترتيل وتحسين الصوت رابعا التدبر هذه آداب أيها الطالب الكريم يجب على المسلم مراعاتها عند تلاوة وقراءة القرآن الكريم أيها الطالب الكريم ذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام في عدة مواضع من القرآن الكريم لكنه بسطها في سورة القصص منذ أن ألقته أمه في اليم إلى أن هرب من بطس فرعون متوجها نحو مدين جنوب فلسطين حيث لا ملك لفرعون هناك فوجد قوما يسكون مواشيهم يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدينة قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما العجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل أولا أجيب عن ما يأتي الآن سنعرض لك بعضا من الأسئلة أيها الطالب الكريم وعليك الإجابة عليها السؤال كيف كان حال المرأتين عندما ورد موسى ماء مديا ولماذا إذن ما هو حال المرأتين عندما ورد موسى عليه السلام ماء مديا ها كيف كان حالهما أحسنت كانت تمنعان أغنى مهما عن الورود إلى الماء لماذا لوجود الرجال حول البئر خشية من مخالطة الرجال خشية من مخالطة الرجال إذن حال المرأتين أنهما كانت تمنعان أغنى مهما عن ورود الماء لماذا لوجود الرجال عند البئر خشية من مخالطة الرجال أحسنت ممتاز السؤال الذي يليه على ما يدل قول المرأتين أبونا شيخ كبير ها هل تعرف هل تعرف لماذا قالت المرأتين أبونا شيخ كبير هل تعرف الإجابة أحسنت أي لا يستطيع أن يسقي لعجزه وكبر سنه فجئنا بدلا عن إذن يدل هذا على أن والدهم لا يستطيع أن يسقي لعجزه وكبر سنه فجاءوا أو فجاءتها المرأتين بدلا عن أبيهما أحسنت نقرأ هنا أيها الطالب الكريم هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معشر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة السؤال استخرج من الآيات الكريمة ما يمثل معنى الحديث النبوي السابق هل تعرف هل تستطيع أن تخرج من الآيات الكريمة ما يمثل معنى الحديث الذي قرأناه قبل قليل ها هل تعرف أحسنت قول الله تعالى وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدْ يَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ انظر لهذه الآية فسقا لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فهنا ساعد ونفس كربة المرأتين التي كان ينتظران أن يصدر الرعاء فقام موسى بسقي رعائهم ثم إعادتها لهم نقرأ هذه الآية قال الله تعالى قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين السؤال جمعت الآية بين الصفتين الأساسيتين المرغوب توفرهما في الأجير وهم القوة والأمانة كما قال الله تعالى القوي الأمين أذكر بعض الصفات الفرعية التي يمكن أن تندرج تحت هتين الصفتين ها انظر هنا الصفات الأساسية القوة والأمانة هل تعرف صفات فرعية يلزم توفرها في الأجير هل تعرف أحسنت الإنجاز لابد أن يكون منجزا في عمله أحسنت أيضا الإخلاص نعم لابد أن يكون مقنصا في عمله أحسنت أيضا إتقان العمل لابد أن يكون متقنا في عمله أحسنت أيضا الصدق ممتاز لابد أن يكون صادقا في تعامله مع الناس هنا سؤال ضع إشارة صح يمين العبارة الصحيحة العبارة الأولى سبب عدم قدرة الشيخ على السقاء هو طول المسافة سبب عدم قدرة الشيخ على السقاء هو مرضه سبب عدم قدرة الشيخ على السقاء هو عجزه وكبر سنه أي هذه العبارات صحيح هل تعرف؟ هل تعرف؟ أحسنت سبب عدم قدرة الشيخ على السقاء هو عجزه وكبر سن أحسنت مخلاصة درسنا قبس من القرآن الكريم تعرفنا على حال المرأتين وأنهما لا يستطيعون السقاء خشية مخالطة الرجال وأيضا حال الشيخ الكبير لعجزه وكبر سنه وأيضا صفات الأجير وقلنا منها القوة والأمانة والإنجاز والإخلاص وإثقان العمل والصدق